السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء العزاء الطالب الطالبات الصف الرابعة اهلا بكم معاكم مستر سرعة فتاح كبير رواية نجزية النهاردة مع بعض ان شاء الله نشرح الفصة التانية في كتابكم نكتب بس اللي في اخر منهج اللي اسمها امير تيكس اكشن امير تيكس اكشن يعني ايه امير تيكس اكشن امير ده اول واق جميل قوي خد اجراء لذيذ دي كلمات القصة بتاعتنا نحفظها كويس قبل من ايه اه نقلق القصة اه هتلاقي قصة رائعة هتعجبك جدا وفيها هدف جميل قوي ولا الجميل اسمه امير زيكم كده تقريبا اه فتنوكم برضو وعمل حاجة جميلة قوي قوي انقذ بها الناس كتير جدا جدا هنتعرف على القصة مع بعض ونشوف اول عفوا اول جزء جدا امير بعد امير شايفينها اولاد او معناها يا امير كان يو تشيك زا واشنج ماشين ممكن تبصير على جسالة امير شوفها خلاص ولا اه ده من ايه كلام ده اولاد اعتقد جسالة ايه خلاصه ده كلام ده كلام مين ايه ويتستر جسال ايه خلاص امير توجزا لاندري 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 اولاد ايه اولاد الغسير ابتو زروف طلوها على السطح من هناك من السطح بتاع البيت بتاع الجدته شايف النيل والقرية تحت من فوق الناد امير لكت ده وانبسط كده لقت راكس عربيات ناقل كبيرة محملة تنقل بلاستيك بوتينز اوف موتر ازايز مية بلاستيك ايه اند ومين كانت زير شوبينج هوم فورومزا بماركت ان بلاستيك باكز ركز في كلمة بلاستيك اللي عادش ازايز بلاستيك السيليات مراوحين من حشانة السوق بلاستيك هيكون قدسو بلاستيك بوتين لقى بقى ازايز مية بلاستيك فلوتينج داوان زريفر عيمة على مية اندري حلو كده اميري انزعج عامل ايه بقى تعال علق الهدوم دي بسرعة عشان تنشف الجو كان ايه حر جوه حر النهار ده هو ده مين لقى كرام ده ها جيراند ايه ما تماما سيجل سيجل طيب اسمه النورس خدته اوافصه جميل ها لاندن انزع العش بتاعه كده على سطح بيت الجراند لقى ازا سيجل جراند ممتون شوف بص على سيجل امير شاكلها ايه جميل جدا سين امير جلند ممتون شاكلها ايه جميل جدا عايت له ايوه فعلا جميل جميل فعلا جميل ايه ايش از جلند ممتون انزع كل حاجة في الطبيعة حلوة لازم نحن نحترمها ونحافظ على الطبيعة الجنالي امير زين نوتس سامسينج ده رابعون شاف بقى حاجة ايه صعبة شوية وحشة مش حال وايه هي دلوز بلاستيك باج اراواند سيجل لقى شانطة بلاستيك مرتعلقة ومنبوطة في رجل الاولاد الطاق شافينها اه اه اراواند سيجل لقى او نو شيز انترابة عرف ان الطاقر كده مش عارف ايه يطير ولا يقف سيد مين امير ده شيء ايه فضيع جدا ووحش جدا هيعمل ايه امير بعد كده اولاد بقى راح جاب التابلت بتاعه من عالترابيزة انزة تيموي صح كده ساعد بيستغل التابلت دا مع الواجب بتاعه وراح منتقد صورة للايه 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 امير فالتساد حاس من ايه حزن على هذا الطاقر جلان دماؤسو هاو امير ووس فيلنج جديتو شافيتو هو حاس بايه وزعنا قد ايش مطهر ارم اراواند هين حاقت دراها على كتف كده معلاش قال له اتويل بي اوكي امير ما تلقاش الطاقر ده اكوهس والشنطه هتسين من دجليه نوة لقى نوقته منتلاقي هتمش هبقى لازم نعمل حاجه لسعبها الناس اللي بيديها استخدمه كتير اوه شنط لايه للايه للايه بتضر الايه والطيور زي ما انشافين كده يو ارس مارتو بيتو قالتو انت والاك جميل والاك زكي قوي هاو كان ويهيل بأذر بيقول اندرستاند زيس از عندك فكرة تقولي عليها امير ازاي نساعد الناس ها ازاي يفهموا الفكرة دي حد فيكو عنده فكرة اه اللي عنده يقوم براب ونستدر شرد بشورة ايه قماش تمام او بشورة متحلل صح كده اه حاجة كده قوي ونوعيهم بيرموش القمامة والحاجات دي فين في النيل لحافظ على المياه بتاعت النيل كمان هايز جران دي با اسكد هم سألته عنده الفكرة اودي امير اه شوف بقى نساعده بزيقال لها ايه بقى امير سنت زي بيت اشار بعد الصورة اللي انتقطها بالتابل دي اولاد صابقه هايز فرنس لصحابه من المدرسة من اين مدرسة لازم نساعدها وليد صاحبه اسم وليد تيك استباك رد عليك تاني لازم نقوم بحاجة عشان نعمل ايه تعال نشوف امير وانتو تيك اكشن عاوز ياخد اي اجراء يعمل اي تصرف يحمي به هذا الطائر والطيور اللي ايه اللي زي بدأ بحث على الانتر وكتشف بلين مليارات من العزاز البلاستيكيه والاكياس البلاستيكيه في مصر كل الشروط اللي ستدف انتهيه اما فين في النيل اما فين في البحر ينموه بعت رسالة اصحابه لازم نحدث تغيير نغرر وضع ده تعالوا بكرا نتقابل بعد مجرسه عشان نتقابل فورزة فينستيكيه اتباع علينا عشان نعمل بولانتير جروب مجموعة تطوعية يعني نعمل عمل خير من الجرمديات والابنوس اسمه ايه الجماعات بتاعتهم يعني انقذوا النهر او الحفاظ على النهر تاني يوم بقى اكتبوا عند مين امير والد وبعض من الاصدقاء عند امير زي هاوس بيت مين امير اشياء مختلفة مش حاجة واحدة كل واحد يقدر عمل حاجة هيعملها تمام امير كتب المراحزات دي على الايه على التابلت بتاعه اهي ملحظات اهي يوز كالوس باكز وي كان جيف زين تو بيجو الادزة ماركت نستخدم شونة قماش نوزعها على الناس في السوق بداية البلاستيك هيستخدمها مرة اثنين وثلاثة واربعة ويستخدمها وخلاص يوز بايو ديجريدة والباكز استخدموا شونة قابلة التحلل انت تتحل وحدها عشان مدرش البيئة وليد زي داد كان يوز زين ات هين ستون فين في المحل بتاعه في البيئة بتاعه كدين ابزة ريفر بانكز نظافه ضفاف النيل وشطين الايه النيل ها انيسة زداد ولد انيسة يقدر نقول للفشل من الصياد دي انه صياد زيهم يعملوا الكلام ده اتواصلوا بقى مع اطفال زيهم من مدن اخرى وقرى اخرى عشان ايه يعمموا التجربة من اللي هيقوم بدا داليا كان سند ايميل تو هير كازنز داليا هتبعد ايميات لمين لابناء عمها وابناء عمتها او خلالها او خلالها اميريكس بلينز ايدات ويس جرد ما شرح في فنوتو المين بقى لجدته شي فولنتير اولوح اتطوعت اتطوعت انها هتعمل ايه تسايع عندي ازاي قلت له يا اميري عندي سام قولد كتنك اللي وصعان بفوقه وماش قط لقديم كده هعمل لكم انه يا ولد شوبينج باك شونت للسوق وتوزعوها عن الناس ده ينفع يا عميلة ينفع جدا يا تيتا ياس جرد ما تانكيو ذات ويل هيل بقى رب ده يساعدنا يا تيتا كتير جدا وليد راح لبابا فين في المحل بقى لبتاعه بابا داد بليز هيل بقى ساعدنا لتس ستوب يوزين بلاستيك باكز ان اور ستوب نبداحنا بنفسنا ونستخدمش شوانا بس تكفين في المحل بتاعنا نستخدم شونت قابلة لله التحلل صح كده وليد ويشود ويدو ذات اما بقول له ليه نعمل كده وليد شود هم امير زباكش اولا الصورة بتاعت مين امير اللي ملتقتها الطائر هز داد لوك دي ساد بوازعي جدا وقالو حاضر يا وليد ايو هل بيو هساعدكم لازم ننقذ النهر بتاعه وافق بابا اينيسا راحت اللي باباها شغال في السوق بقى بصورة بقى بصورة على ايه اولا بقى تزير بلانس ايو الاسك اذا فيشار مين هطلب من الصيادين ها هيل باستيك بلاستيك اضافة انها لطلع كل الحياة الباسية اللي باستيك موجودة في النهر الايه dzisiaj ولم اهمة جدا لحياتنا في كلها افور على اولف اصد هسلت ده مين بابا بين انيسة نعم كده جاد دالي بقى راح مبعتها الاميرات لمين لكازمزة ابناء عمها وابناء عمك في قرة تانية في كل مصر داليا ده فكرة الجميلة جدا يا داليا صح كده هنعممها كمان فين في قريتنا احنا كمان يبقى لما كل واحد يعمل في المكان بتاعه هنصبح للمكان كله نظيف ومن غير اي حاجة ايه ضارة بعدها بيومين بقى امير وانت تو انتو هز جران نماز رو مفتق على السطح بتاع مين جلدين تاني توجيت هير لاندري يجيبي الغسيل بقى اللي نشيب ده هي سوزا كالر فول كولوس شي ووز جون بتم يوز تو سوزا ايه كوتن شو بينجمان شاف القماش المقابل الجميل اللي هتعمل منه الايه الشونة هي ستاركت فولدين جيت بدي لطبقها واحدة معنا كده بوتين جيت انزا لاندري بس بيخطها في طبقها الغسيل الله زين هي سوزا سيجل ان هيرنس شاف بقى طائر النورس في العش بتاعه فرق اللي حصل هيريميمبت زا بلاستيك اراون دي هيرليج افتكر الشنطة اللي بس كتا حوانيا ايه رجلين الطائر صد لي تو بيبي سيجل زبوت زير هيتز اوب اتنين طيور هم ولادهم اعطلهم من دفعه صباحة الله عرصهم من فوق كده ها اوت افزال لست من عيش امير اسمايل هي ان يعرف بقى ذات هي اند هز فريند توكيزر كود نيكا تشينج فعلا قدروا يعملوا الايه التغيير ونجحه والشنطة تيت شرب من على ايه من على ايد الطائر بدأ يعرف يطير ويروح ويجي 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 اكل الايه لأولاده اللي فرحه بعودة مين بابا اون كان تمام سريعا مرش هناخد كام عشرين ونسيب عشرين اه ممكن ممكن وتبعاتوا انا الاجاباء يلا ها جمان دي ما قسكد اعملتوا تشيك زوجة جماشية انا هعمل كده ايه بس في الامدحان طبعا هكده هكده كده واخر غير كده تمام دي اللي هي اولاد طروا طب والتاني امير طبعا لا مش مام ها ميتيت امير تمام برافو امير كوتسي زانايل انزا في رومزا روف تمام برافو يا ولاد اوعى جلس ايه يا مستر لا ده بلاستيك صح صح امير كوتسي بلاستيك باك صح يا مستر تمام امير كوتسي بلاستيك بوتلز فلوتن ده وانزا سي لا يا مستر ده وانزا ريفر ايش ده سي صح اولاد معايا اركز جلس امير امير كوتسي بسرعة مش ببوت عشان ينشف الجو كان ينقل لا يا مستر كان هوت صح كده اسمول سيجال لاندد ايه اسمول لا غلط 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 ده كان لارج كان ايه اولاد لارج سيجال كبير ها سيجال ازا فيري بيوتفول بير طائر جميل طبعا صح مش كده وقش نطلع شبايا مع بعض حل لحد اشيز وانت بحق سيجال ازا فيري بيوتفول بنت خلاص خدناها صح ها جميل قالت فعلا جميل ها طبعا كل الطبيعة جميلة لازم نحفظ ايه عليه امير لوتس سامسينج اميزن شاب حاجة ايه اميزن مرافو يا ولاد هربون فظيعة مش مدهشة كانت وحشة الشنطة البلاستيك اللي حوالي ايه رجل الطائر غلط مش مدهشة كانت ايه اولاد صح الاجز مرافو يا حلائيه مرافو يا ولاد امير التابلت غلط كان على التناميزه امير صح امير فل تهابي شعر مساعدة لا اعمال ايه ساد مرافو يا ولاد امير تو كانت اميزن شارق في سيجال غلطة مثل غلطة مثل خدوا بالتابلت ايه بتاع بقى كده البيعه هتبعتون زي ما اتفقنا وكده كده الاجابات موجودة عندنا في كتابنا نميز اكسلنس ايه بوك نقلب هنا بقى هنختار مع بعض برضو عشرين جبل يلا منش الطول وجاهز انا مش جاهز خالص ها امير كان يو تشيك زا ووشنج برافو يا ولاد ماشين يلا اي سينك زا فينشد ها اسمه ايه اوش الغسيه ايه ايه برافو يا ولاد ايه برافو يا حبايب ايوان كده امير كوت سيزا بيوتفول ضروف مم مم برافو نايل ها طلع تمانية شوبينج برافو يا حبايبي زا ماركت يوز بيها بلاستيك بيها زا ايه بان كده حقولي كده امير كوتسي بوتلز بلاستيك برافو يا حبايبي عسل هنجع يا ولاد يعلق الملابس دي الجوكة بفوق ايه عسل شاطرين طائر الايه النورس سطح الجرين نطلع هنخلص وخلص يعني هات تعال جميل جميل فعلا ايه 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 كان كبير ها ونشوف مين صاحب الاجابات الجميلة اللي هي ايه يساعدنا ويقولين ان انا حلتها وفهمت بالميسطة سلامه وخلاصة كل حاجة بكده حبابي نكون خلصنا القصة المقررة عليكم في نهاية المنهج الترمي التاني من منهج اللي موجودة واسمها امير تيكس اكشن يعني امير اخد اجراءه وانقص به وتعلمني درسي جميل جدا 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 اه ذكر كويس نجعوها تاني كويس جدا 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 في اي مشكلة عندك في اي حاجة هتواصل مع قناة او مع رقم الواتس موجود عندي على الوصف الفيديو هتلاقي رقم موجود فيه لا هتقابلكم في اي سؤال اتمنى كون يستفادتم معنا وقصة ممتعة وقصة رائعة خالص تم النياتي بالنجاح والتوفيق لجميع ابناء ولاية طلبات وطلبات الطال الصف الرابع الابتدائي ان شاء الله اصطنا في حلقة تانية مع شرح وافي بداية الملهج ان شاء الله ورجعت عشان امتحانات الشهر والمهام الادئية والاخرسان ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته